السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكو يا اجمد تقانيين في المجرة مرة تانية في حلقة خفيفة درداشة بسيطة هنتكلم فيها عن مستقبل القناة او بمعنى اصح الخطة اللي احنا هنمشي عليها او اللي انا همشي عليها بازن الله في عشرين واحد وعشرين ربنا يطول في عمرنا كده بازن الله كلنا كتقانيين اه وايه اللي انا ناوي يعمله بازن الله في القناة دي او القناة التانية وهنتكلم برضو في اخر الفيديو عن اثبات الربح من موقع اسمه انتريس دوت ريد اتكلمنا عنه قبل كده المهم نخشها هطول في الموضوع معلش مش طالع بالفيس كام بس للظروف شخصية ولكن هنتكلم عادي واللي حابب بكمل الفيديو معنا ما عندوش ادنى مشكلة اول حاجة اللي انا ناوي يعمله بازن الله وان شاء الله في عشرين واحد وعشرين ان انا اكسف الشغل على القناة التانية انا وهي قناة دروس يعني انا هكسف شغلي في القناة دي هيبقى الشغل الشاغل والمحتوى الجديد وكل حاجة كويسة بازن الله بعيدا عن المحتوى ده هتكون في القناة دي فانا مش عارف لحد دلوقتي ممكن اشتغل مسلا اكمل زي ما انا كيشغل على والحاجات الخاصة بي اه اليوتيوب والبلوجر وغيره ولا يعني احط شوية محتوى تاني على جنب فمش عارف انا ممكن اشغل الاتنين مع بعض فانا حابب بس اخد رأيكو يعني قولولي كده اكمل في المحتوى ده مع محتوى تاني مسلا بلوجات كده حاجة زي البلوجات يعني مش بلوجات طبعا ولكن اللي هو مسلا اللي هو بقى قاعده قدام الكاميرا بس اكلمكم في حاجة اه انا حاببا بتكلم فيها اه ندردش مع بعض فيها طبعا هتكون في الجانب اه التقني الجانب اه المعلوماتي الحاجات اللي هي خاصة بينا احنا بمعنا صح تمام يعني طبعا اكيد مش روح اعمل تحديات اكل ولا تحديات مش عارف ايه مش عامل حاجات بخالص هشتغل برضو في النيتش اللي انا اشتغل فيه او في المحتوى اللي انا بحبه وبكمل فيه يعني ادو لي بقى معلوماتكم او ادو لي نصايحكم في الحتة دي بالخاص وانا بازن الله احاول ان انا اخذ بالنصايح دي تاني حاجة انا ممكن احول اسم القناة دي من دروس الى ريان ريان فقط اللي هو ريان بالعربي جنب منها ريان بالانجليزي فبرضو شوروا علي الحتة دي لان صبعا القناة مش تبقى مختصة بس فيه الدروس ايه زي ما انا كنت اعملها في الاول او في الاساس فبرضو يعني لحد دلوقتي مش عارف طب تقولولي ليه اكمل في القناة دي ما انا عندي قناة تاني فيها خمسة وتمانين الف مشترك ليه اروح لدي قناة فيها تمانية ونص اللي هو تقريبا اقلب كتير من عشر في المية ليه ارجع تاني من الصفر والله لان القناة دي قناة محمد الريان اللي بتشوفوني عليها فيها مشكلة بسيطة ان حتى لو اشتغلت سنين تانية لقدام القناة دي مش هتطلع عن المعدل اللي هي ماشي فيه ليه لان حصل مشكلة معي من تقريبا سنة ونص او سنتين المشكلة دي بقى اطلع اكلمكم فيها في فيديو مختص على القناة التانية المشكلة دي وقعت التفاعل عندي تقريبا كده الى مدى الحياة يعني مهما اعمل مهما اشتغل مهما احط مهما ادي من طاقة ومعلومات جوه القناة بتاعتي القناة هتفضل زي ما هي محلك سر مش هتعدي تقريبا الالفين مشترك شهرية فدي المعضلة القبر عندي في قناة محمد الريان فانا مش شايف اه بصراحة يعني مجهود كبير بيتبذل في القناة دي محمد الريان بدون نتيجة تقريبا كده انا اخر واحد اه في التقانيين في اللي بيتكلمه في الراحة من الانترنت ومعدتش لسه المية الف مشترك معين بادئ من قابل الناس دي كلها ما تبدأ فدي مشكلة تقانية في القناة مش مشكلة محتوى مشكلة تفاعل فدي المشكلة كبيرة عندي دلوقتي فانا هحاول بازن الله ان في الايام الجايه ا اه انجل على القناة التانية واشغل القناة التانية بازن الله في محتوى تاني خالص بعيدا عن من الانترنت ولو هيبقى في حاجة ربح من الانترنت مش هتكون بالطرق اللي احنا بننزلها عندنا هنا في القناة هتبقى حاجة خاصة بالفري لانسنج خلاص او العمل على الانترنت بطريقة اللي هي بتحتاج بقى مجهود كبير بتحتاج راس مال لو تطلب الامر بتحتاج شغل بمعنى صح مش الطرق البصيطة اللي انتو بتدوروا عليها يعني بمعنى صح مش متكلفة اه الفريلانسنج بمعنى صح عشان ما انطولش عليكم خلاص فبرضو قلولي كده رأيوكو في الكمنتيات يعني فاتح اصلا الكمنتيات او عامل الفيديو ده عشان اسمع منكو اه رأيوكو في الموضوع ده ايه وانتو تقترحوا علي كده اعمل ايه في الايام اللي جاية خلاص ده كده اول جانب اللي هو مختص بالقناة محمد الريان ومختص برضو بقناة دروس وهتلاقي الرابط قناة تحت في وقناة التليجرام برضو بالمناسبة هنشتغل عليها ليون الجايين هيبقى عليها شغل محترم جدا 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 وهنزل عليها حاجات مجانية حصرية للناس اللي موجودين في قناة التليجرام نخش بقى درواكتي على موقع الناس صبعا قالت اه يعني الموقع ده بيستثمر فروسك فين يعني عايز اعرف استثمار فروس ده راح فين بالزبط عشان ما يكونش يشغل في حاجة حرامة وده طبعا حاجك لازم ان تعرفه ودي طبعا مهمتي انا ان انا اديك الحتة دي خلاص تعال بقى نخش طبعا الموقع بسيط وسهل ممكن تشتغل في اه يعني عادي جدا لو انت مبتدي او محترف ما عندكش ادنى مشكلة بنيجي هنا بنسجل بتدوس كده على التسجيل برضو سهل جدا جدا دوس كده على كلمة من هنا وزي ما قلنا يا اما تسجل من خلال لينك حد عمل لك من خلال لينك حد عمل لك وركزوا معي الفيديو اللي فات انا مقلتش اشتغل على الاستثمار انا قلت اشتغل على الاستثمار ماشتغلش على الاستثمار فمحدش يحرف كلامي ويقول انا قلتي كلام غير الكلام تمام انا شرحت الاتنين ولكن موقتي لك اشتغل على الاستثمار خلاص فانت ممكن تسجل عن طريق من هنا حد يعمل لك كده بلينك مسلا زي اللينك اللي موجود تحت في الديسكريبشن او تسجل من هنا وتستنى اه مدة تلات ايام تقريبا عشان تتقبل في الموقع وتقريبا كده بيتصلوا بيك لو كان في اتصال عن متل يعني انت بتستنى لمدة تلات ايام بي كتير وبعد كده بترجع تتقبل في الموقع دوس كده على من هنا هيدخلك على لوحة التحكم الخاصة بيك هنا كده بتلاقي اكتر من برنامج ممكن تخش على اكتر من برنامج هنا ربحي خاص بيهم سويا كان بقى بوت او عمولات او لاين ده تبعا اللي هو الخاص به زي ما قلنا او اتكلم ده قبل كده تمام اه انت هنا بتخش اه على حسب المبلغ اللي بتحطه طبعا هنحاططت خمسين دولار من قبل كده وهرجع ورنها لكم دلوقتي تمام الربح اللي حدد دلوقتي خمسة في وصلة تسعتاشر دولار والسحب هنا بيكون كل عشرة دولار لو جينا هنا شفنا اه انت تشوف من هنا فلوسك بتروح فين بنسبة كام بتروح فين بنسبة كام بتروح فين فانت بتلاقي هنا اه استثمار من راس المال نفسه بيزيده في راس المال ونسبة متغيرة مش نسبة ستة فدي انا شايف ان هي مش حاجة اا حرايم كبير انك بتعمل شهادة استثمار في بنك بالزبط فده نسبة متغيرة اصلا مش نسبة ستة زي ما انت شاف كده في بالنسبة دي في الويك بالنسبة دي في البنس بالنسبة دي في الغير بالنسبة دي في النسبة مش ستة معاجمة صح متغيرة من الشهر للسنة للويك لليوم تعال هينا الكريبتو كورنتي لعملات الاقترونية اللي هي البيتكوين وغيره اه نفس النظام برضو زي ما انت شايف كده نسبة بعد كده نسبة والنسبة فما يتغير معاك عادي جدا هنا كده تقريبا كده خلينا انت ارجو الكلمة دي تمام اللي هو سوق المواد الخام المواد الخام بقى اللي بتتشيري وتتبيع تاني نفس النظام برضو عاديك نسبة هنا زي ما انت شايف قدامك كده ونفس النظام في كل ده بيظهر لك النسبة اللي بتروح منك للحاجات دي فهنا النسبة ده اولا سانيا ما فيش حاجة حرامة انت ممكن تكون بتشغل فيها فلوسك برضو وانصحقش تشتغل في الاستثمار يعني في نفس الكلام ونفس المكان دلوقتي بقول لك ما اشتغلش على استثمار اشتغل على استراتيجية خلاص المهم انزل تحت كده انا لحد دلوقتي كسبت خمسة دولار فاصلة سعتاشر من خمسين اه اللي هي يعني انا عملت خمسين دولار وخدت خمسة فاصلة سعتاشر تمام? اه طبعا ده بيتحدد بناءا على المبلغ اللي انت بتحطه خلينا بس كده نخش على تمام هنا كده الخمسة دولار بتتديك مئتين وتمانين يوم بتتديك يعني مئتين وتمانين يوم بالنسبة اللي تشايفها قدامك دي طبعا ودي كلها ارقام يعني دي كلها اه نسب وطبعا العملة دي هي واحد دولار فعملة يساوي عملة الاخره هنا كده بتكتب المبلغ بتاعك خمسين دولار مسلا بتختار من هنا كده او او راحتك خالص وبعد كده بتدوس هنا كده على اه العملة دي طبعا بتشوف هنا بيزهر لك في النهاية هامش الربح التاعك الكامل بيكون مئة ستة واربعين دولار ودي حاجة كويسة جوه الموقع زي ما اتكلمنا وزي ما قلنا قبل كده دي الفكرة وما فيها احنا مش جايين هنا نقول لك اشتغل في حاجة انت بتعرفهاش لا بلاش اشتغل في الاستثمار لو انت مش عايز اشتغل في زي ما انا اتكلمت في الحلقة اللي فاتت خلاص اه لحد كده نكون خلاص وصلنا لنهاية الفيديو ده وباذن الله لو محتاجين اي فيديو تاني اه بيتكلم عن اي حاجة تانية تحت في الكمنتات كان معكم محمد الريان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر